لم تتأخر ردة فعل الرئيس التونسي قيس سعيد على قيام مجلس النواب بالتصويت لصالح إلغاء المراسيم الرئاسية الاستثنائية التي تمنحه صلاحية شبه مطلقة فخلال اجتماع لمجلس الأمن القومي أعلن سعيد حل البرلمان المجمدة أعماله منذ تموز الماضي بناء على الفصل الثاني والسبعين من الدستور الذي ينص على أن رئيس الجمهورية يضمن استقلال الدولة واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور القرار الجديد ولد ردود فعل عديدة رأت بمجملها أن الفصل الذي استند إليه سعيد خارج البندين الذين حددهم الدستور لمنح الرئيس صلاحية حل البرلمان والدعوة الانتخابات المبكرة وأكد خبراء قانونيون تونسيون أن البند الذي أشار إليه سعيد يندرج في الباب الرابع المتعلق بالسلطة التنفيذية مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأمر الرئاسي 117 الصادر في 22 من أيلول عام 2021 علق العمل بالدستور وأبقى فقط على التوطيئة والبابين الأول والثاني أي المبادئ العامة والحقوق والحريات ما يمثل تناقضا آخر في قرار سعيد حيث لا يمكن تأسيس قرار حل البرلمان على الدستور الذي توقف العمل به منذ أشهر ويقول سياسيون ونواب إن سعيد يتعامل مرة أخرى مع دستور 2014 تعاملا انتقائيا حسب الطلب وعلى المقاس ووفق ما يرغب به لمواجهة خصومه مشيرين إلى أن قرار تعليق العمل بالدستور أوقع البلد في إشكالية معقدة أخرى تتعلق بتنظيم الانتخابات المقبلة المسألة بعد 25 من تموز صارت تقاس بمنطق القوة وليس اعتمادا على الدستور هذا ما يراه القطاع الأوسع من الشارع التونسي الذي يؤكد أن الموازين اليوم لصالح الرئيس الذي يتحكم في المشهد لكن المستقبل يبدو مجهولا في ظل فوضى القرارات وانعكاساتها على تعميق حالة الانقسام السياسي وتأثيرها على مجمل الأوضاع في البلاد ترجمة نانسي قنقر